فيما استبشر المواطنون خيراً من كثافة الثلوج التي تساقطت هذا العام فإن المشهد يختلف من ناحية المازوط كمية اللي عم يسلمون إيها ما عم تكفي السوق وما عم تكفي زبنيت لأنه كله فاضي خزانيته لا تزال أزمة المازوط مستمرة في مناطق عدة في لبنان خصوصاً البقاعية ولا تزال هذه المادة تباع في السوق السوداء بحيث ارتفعت الأسعار في تلك المناطق من قبل المحتكيرين عم تنباع بعد عم تنباع وكان بعض المحطات رفض تسليم المواطنين حاجاتهم من المادة بحجة عدم قيام شركات التوزيع في تسليمها الكميات المطلوبة وفي ظل الاتهامات المتبادلة بين أصحاب المحطات وأصحاب الشركات يدفع المواطن الثمن ويصطفوا أمام محطات المحروقات ليحصل على تنكة مزوط وبالسوق السوداء أنا كنت نبيع معلما صارت بقى بسقق 18 وزير الاقتصاد بدأ بحملة رقابة على شركات المحروقات لمراقبة سير عملية تسليم المواطنين اليوم المشكلة إلى عدة نقاط إذا بدك أولاً عندك التصدير الغير الشرعي التهريب عندك التصدير الشرعي من خلال اتصالاتنا مع جميع المعنيين خاصة الجيش اللبناني وكوة الأمن الداخلي توصلنا لتقريباً نوضع حد لبعض المواضيع يلي حكينا عنهن ولكن بعد التعاون والتكاتف لازم يزيد كمان نقدر نتوصل لحلول ووضع حد لهالجريمة اللي حتى السكوط عنا جريمة أكبر كمان طالب الشركات كافة على ثلاث مواضيع جدول التسليم لهالشركات جدول التسليم للمحطات وآخراً وليس آخراً موضوع الرقابة على البخزون الوزارة أخذت عينات وجداول للتحقق من عملية التسليم وستتابع جولتها